في دبين شمال المملكة تم وضع حجر الأساس لكنيسة الأقمار الثلاثة والتي ستجمع بعد تجهيزها أبناء الرعاية في الأردن والعالم لعيش الحياة الروحية والخلوة مع الله وتكون في المستقبل مركزاً لعقد المؤتمرات الكنيسية المحلية والعالمية المزيد في سياق التقرير التالي ببركة غبطة البطريارك كيريوس كيريوس تيوفيلوس الثالث بطريارك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين ترأس سيادة المطران خرستوفوروس مطران الأردن للروم الأرتودوكس خدمة وضع حجر الأساس لكنيسة الأقمار الثلاثة التي تتوسط مشروع المركز الأرتودوكسي في دبين حضر الخدمة الأم أريني عويس رئيسة دير السيدة العذراء ينبوع الحياة في دبين مع أخويتها الراهبات وقدس الأرشمندريت أثناسيس قاقيش الرئيس الروحي لمدينة الزرقاء مع الفريق الهندسي المشرف على المشروع وفي كلمة سيادته التي تحدث فيها خلال وضع حجر الأساس أشار إلى أهمية بناء هذه الكنيسة وهذا المشروع ومدى حاجتنا لهذا الصرح الذي سيجمع أبناء الرعاية في الأردن والعالم لعيش الحياة الروحية والخلوة مع الله بالطبع أبناء المشروع كله زي ما أنتوا شايفين هو مشروع كبير ولكن اليوم بهمنا كمان أن نقدر أن ننجز الكنيسة لأن الكنيسة هي جزء مهم من هذا المشروع وهذا رح يكون البيت لأبناء الكنيسة لأبناء الوطن ولكل أبنائنا من كل العالم ومن الأردن وعشان هيك اليوم فرح كبير اللي ربنا أخلنا أنه نشتاز هاي المرحلة ونوصل للمرحلة اللي وصلناها كما شفتوا اليوم بحجر الأساس نحن وراء حجر الأساس لما نصب الإسمنت وضعنا فيه أنينة اللي في هاي الأنينة فيها فيها زي ما قرأنا قرأ أبونا اللي الورقة المكتوبة جوا أنه على عهد مين تم هاد البناء هون من وثق تاريخيا وذكرنا أسماء كمان وحطينا كل أسماء المتبرعين في هذا المشروع كله حطناهم كمان في داخل حتى لأنه كل في القداس الإلهي وفي كل صلاة يتقام في كل كنيسة من كنائس الوطن دائما نذكر الذين قاموا ببناء هذا الهيكل المقدس ومن اليوم بفتح سجل لهاي الكنيسة في السماء اللي يذكر كل الأبناء والبنات اللي رح يكون لهم دور في إنجاز هذا المكان وفي ختام كلمته شكر سيادته ابن الكنيسة السيد عيسى عود الذي قام بالتبرع لبناء الكنيسة متضرعا للرب الإله أن يبارك السيد عيسى وعائلته على كل ما يقدمه ولجميع أبنائنا الذين ساهموا ويساهمون في إنجاز هذا الصرح الأرثوديكسي وبفتكر اليوم هو يوم فرح ويوم شكر لربنا ولأمنا لفائقة القداسة وللقدسين ولكمان لكل المتبرعين ومنهم السيد عيسى عودة اللي هو تبرع ببناء الكنيسة ولكن كل أبنائنا كمان اللي تبرعوا في بناء المركز لأنه المركز بده مننا جهد كبير وعشان هيك بعرف الظروف قديس صعبة ولكن هون دورنا كمان كيف مننا نتقاذر كلنا مع بعضنا حتى نقدر إنه ننجز هذا المشروع ربنا يساعد الكنيسة وأبناء الكنيسة والوطن في هاي الأيام الصعبة والأيام اللي رح نجيها ولكن ربنا معنا وغاد تعزيتنا ورجاءنا ألف مبروك للجميع نعمة وبركة ربنا تكون معنا دائما تحميكم أبنائي وتعطيكم كل نعمة وبركة من عنده ألف مبروك وعقب الصلاة تجول المطران خريستوفورس مع الفريق الهندسي حول أرجاء المركز وتفقد أعمال البناء والمراحل التي وصل إليها